أنا جاي أتفرج على ماتشة نهضة ببركان اللي هيلعبه من غير خارطة المغرب أنا عارف بعد القرارات ده بيلعبه بخارطة المغرب عادي عالتشارت بتاع التدريب كمان انتو عايزين تموتوني آه على حرق الدم اللي أنا فيها لا وإيه جمهور عمالي يغني ويرقص آه فرعانين قوي ده أنا قلت الخارطة هتتشال من عالتشارت الله 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 جول جول وانتو لابسين خارطة المغرب وبتحتفله كمان اللي بالي بالك متنرفس دلوقتي بوسوا انت لابس خارطة المغرب مليون مبروك فوز نادي نهضة ببركان المغربي على نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك فريق مصري وكل حاجة لكن رقم واحد أنا ما بحبش نادي الزمالك رقم اتنين انه انا اي فريق مغربي قلتها قبل كده اذا فاز فهو كأن فريق مصري فاز بالزبط آه اي نعم انا بشجع الفريق الاهلي انتو عارفين الاول لكن في الاول وفي الاخر مليون مبروك خاصة انه نادي نهضة ببركان لعب بالتشيرت اللي عليه خارطة المغرب عادي خالص قاعد يقوله لك النادي مش هيلعب به وتمنع وبعدين قالوا ان نادي الزمالك انسحب من المباراة لا نادي الزمالك لعبه رجالة عادي جدا لعبه المباراة عادي جدا ما فيش اي مشكلة خارطة المغرب ما تخصش اللعب المصري ولا تخص الفريق المصري عشان يعترض عليها كمان اشاده بالاستقبال المغربي اللي احنا متعودين دايما يعني انه نادي الاهلي نادي الزمالك اي نادي مصري بيتواجد في المملكة المغربية بيلاقي حسن استقبال حبيت جدا الروح الرياضية اللي موجودة لسه في مباراة العودة طبعا بتمنى انا مش بجدب انا صريح بتمنى فوز نادي نادي بركان لسببين السبب الاول ان انا ما بعبش نادي الزمالك ده من حق الكامل يعني السبب التاني ان شاء الله انه طبعا الفرق المغربية زي ما قلتلكو هي فرق بلدي الثاني يعني انا ما بجدبش زي الاهلي اللي بيلعب اكيد اشجع الاهلي الاول ولكن برضو اذا فاز الفريق المغربي فانا بكون مبسوط لانه كأنه بالزبط فريق من بلدي اللي فاز وانا بحس بنفسي وانتوا عارفين اني بحس بنفسي على المغربة واني واحد منهم زي ما انا مصري بالزبط انا عايز ابارك وعايز اقول كمان بعيدا بقى عن نتيجة المباراة والكلام ده انه الاقاويل اللي تقلت في اليام اللي فاتت بتاعت انه النادي نهد باركانة منع انه يلعب بخارطة المغرب وانه الاندية المغربية تمنعت انها تلعب بخارطة المغرب كل ده هاري في الكنافة ومالوش تصنيف غير انه هاري في الكنافة واتكلمت في الفيديوهات اللي فاتت كتير على الاشاعات والترويج اللي مالوش اي لازمة اللي بيروجه الاعلام الجزائري على هذه المباراة وعلى انه الاندية المغربية تمنعت انه هي تلعب بالخريطة المغرب النهاردة الحمد لله ما شاء الله خريطة المغرب منورة على سدر لعبي التدريب يعني في التشيرت بتاع التدريب كمان نزلوا بيتمرانوا بيه عادي جدا ولما خلصوا تدريب نزلوا في المباراة بالتشيرت على الخريطة مفيش حتى الناس اللي كانوا قاديم معاي بتفرجوا في الكافيل اللي كنت بتفرج فيه كلهم سألوني طبعا عشان ما عارفين ان انا قريب للمغربة فسألوني هو التشيرت ده فعلا اتمنع والله في واحد النهاردة هو مش عارف فوالله انا ببين لكم ان الترويج للاكاذيب احيانا بينجح فعشان كده انا بواجهه قال لي بالزبط كده المغرب هو اللي غلطان في الموضوع ده قلت له ليه غلطان ليه قال لي اصل المفروض دي حاجة سياسية وبس روح تنفهمه طبعا القصة من اقولها الاخيرة وانه المغرب بيلعب بخريطة بلده وانه الخريطة دي اهمته وواجبي ان انا فاهمه واجبنا كلنا ان اي حد مش فاهم انا افاهمه انا عارف ان المغربي بيقولك انا مش هضاع وقت افاهم حد خريطة البلدي انما انا تحملت هذي المسئولية ان انا افاهم اللي مش فاهم لانه في مصر يقعد مش فاهم هو مش عارف القصة فبقول له لا الخريطة دي ما عليهاش خلاف دي خريطة المغرب وانه من حق الفريق لعب بها ونادي نهض البركان لعب بها في مصر قبل كده ما حدش كلمه لعب قدام النادي الاهلي ما حدش كلمه ولا النادي الاهلي اعترض على الخريطة ولا غير النادي الاهلي عمر شفت الاهلي انسحب قدام نهض البركان ما ولا عب قدام نهض البركان قبل كده انسحب ما حصلش خريطة المغرب يلبسها الفريق المغربي اينما كان لانها خريطة بلده اللي من حقه يلبسها ومن حقه يكون فخور بيها انا رجل النهاردة صاحب نادي عايز اخلي النادي بتاعي يلبس خريطة مصر على التشيرت بتاعه. انت تقدر تمنعني؟ لا طبعا. وهلا انا لو لبست النهار ده قريطت الجمهورية مصر العربية وروحت رقبت في المغرب ولا في ليبيا ولا في اي بلد في العالم ولا في الجزائر اللي هم اعترضوا اصلا على الخريط. هيعترضوا ولا ليهم ان هم اعترضوا. تهمتوا في الترويج اللي عملوه اللي هي من اللي فاتت. اللي حاولوا يفهموا بيه الناس اللي هي مش عارفة الموضوع ومش قريبة للموضوع. انه قصة دي غلط وانادي نهض البركان ده غلطان وانه دخل حاجات سياسية فحبيت اشرح للناس. وقلت للناس اللي مش عارفة انه اللي دخل السياسة في الكرة هو نادي التعادل العاصمة وهي التعادل الكرة الجزائري والادارة الجزائرية. اللي منعوا نادي نهض البركان يلعب بتشيرت بلده. بتشيرت يا اسف عليه خريطة بلده. عادي جدا. ليه? ايه الاسباب? مشكلة سياسية الجزائر بس هي اللي بتقولها. مفيش حد تاني بيقول. يعني حتى المغرب ما بيقولش المشكلة ولا ليه علاقة بالمشكلة السياسية دي ولا معتبرها موجودة. اذا العمل المشكلة هو الادارة الجزائرية واللي اتصرف على اساسها الادارة الجزائرية واللي منع نادي نهض البركان يلبس التشيرت بتاعه هو الادارة الجزائرية. ولأسباب سياسية. اذا اللي دخل السياسة في الكرة هي الجزائر. ففي الاخر يعني البطولة كاملت والموتش اللي قالوا عليه انه هو تلغى اتلعب. والماتش اللي قالوا عليه ان الزمالة كانت سحب منه اتلعب. والماتش اللي قالوا عليه ان دي رهد بركان هيلعب من غير التشيرت اللي عليه الخريطة اتلعب وبالتشيرت وعادي جدا. وفرحناه والامور مش تمام. ولسه ان شاء الله يعني ان شاء الله بقى الاسبوع الجاي. هعمل معاكم فيديو جميل كده. عشان نشوف بقى ندي رهد بركان وجاي يلعب في مصر. ولبس التشيرت اللي عليه ايه? خريطة المغرب. هل الادارة المصرية هتوقف اللعيبة في المطار وتقول لهم الخريطة دي سياسية ما تلعبوش بيها? لا. ليه? عشان دي خريطة المغرب. بيلعبوا بخريطة بلدهم. من حقهم الكامل. فلا مصر هتعمل ده. ولا في اي حد في العالم هيعمل ده. وطلعين الصبح النهاردة ولا في التلفزيون عندهم هناك يقولك المصريين والتوانسة منحزين للمغربة. يعني احنا منحزين للمغربة. طب انا منحز للمغربة عشان انا بحب المغربة. دي معروفة زي ما قلت لكم الصبح. انما منحزين للمغربة. لا احنا منحزين مع الحق. يعني الغالبية. هم منحزين للحق. المصري والتونسي اللي مش عاجبك انه منحز للمغرب هو منحز للحق. واكبر دليل يثبت انه منحز للحق انه انت بتجزم انه الناس كلها مع المغرب. يبقى ايضا المغرب هو اللي على الحق. بس كده في نهاية الموضوع تشيرت تلعب بيه وعليه خردت المغرب. والكاتكوت هينمز علان. واحنا الصراحة يعني محتاجين. انا عارف انهم محتاجين تعالج نفسين الكاتكوت. لكن هنعمل لهم ايه? خلوهم عادي. هم نعمين في البيت دلوقتي بعد انسحبهم. لا كسبوا المباراة. ولا تأهلوا للنهائي. ولا حققوا حتى اللي هم عايزينه. يعني انت كل الحاجات خسرتها. لا كسبت المباراة. ولا لعبت النهائي. ولا المطشة عاد. ولا المطشة لغة. ولا زمالك ملعبش. ولا زمالك اي كل الكلام اللي عادتوا تقولوه. ما تعملش. في نهاية الفيديو واشكركم شكرا جزيلا. وتحياتي لكم جميعا. وانا جانب خيكم بزاف. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب. وكالعادة لنا الله في كوكب لالا. وعندي سؤال. اكتر نادي وصل لنهائي. ده سؤال بتاع الحلقة. اكتر نادي وصل لنهائي بطولة الكنفيدرالية هو مين? اتمنى طبعا برضو تسيت اقول لكم دي. انه نادي نغد بركان يركز في المباراة العودة لانها برضو مش هتكون سهلة اكيد. فاتمنى يركز. وانا مش خين لبلدي ولا الكلام ده. لا انا ما بحبش نادي الزمالك. وقلت ده قبل كده. ولكن اذا آآ فاز نادي الزمالك هقوله مبروك. اذا فاز نهض بركان هقوله مبروك اوي اوي اوي. عشان يعني هكون سعيد بالفوز ده. ودي مش خيانة البلدي. انا بشجع نادي الاهلي. يعني بس في نفس الوقت انا بحب الاندي المغربية. وطالما بتلعب قدام نادي الزمالك. او اي نادي مصر تاني غير الاهلي. اشجع الاندي المغربية. اذا كان الاهلي فاكيد اشجع الاهلي الاول. واذا فازت الاندي المغربية. زي ما قبل كده الوداة تفاز على الاهلي. وبركت بكل ادب واحترام. اشوفكم في فيديو دي ان شاء الله. والسلام عليكم. انا الاحمر والنجمة الخضراء. انا اسد الاطلس. انا مالك الصحراء وسيدها. انا قلب الاسد. هنا اكتشفت اول مجوهرات في التاريخ. هنا شيدت اقدم جامعة بالعالم. انا مبدع القفطان ومبتكر الزليج. انا من كسرت شوكة العثمانيين. انا تاريخ كبير. انا القوي العتيد. انا القريب والبعيد. انا الكرم والجود. انا الاحمر والنجمة الخضراء. انا المغرب. انا 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 ا